ما إن تم تحرير معظم مديريات الجوف من سيطرة الميليشي الإنقلابية التي كانت في مقدمتها مديرية الحزم ومركز المحافظة حتى عادت الحياة في بعض المرافق إلى طبيعتها مستشفى الجوف العام باعتباره المستشفى الوحيد والأكبر في المحافظة الذي ظل مغلقا منذ ما يقارب خمس سنوات جهود كبيرة بذلت مؤخرا من قبل قيادة المحافظة وإدارة المستشفى لأعادته للخدمة ولو بإمكانيات ضئيلة لا تفي بتقديم الحد الأبنى من الخدمات الصحية هذا المستشفى والمستشفى الرئيسي بالمحافظة مستشفى الجوف العام كان مغلقا لعدة سنوات طويلة مهجورا عندما أتينا إليه لعادة تأهيله وتشغيله وواقهتنا صعوبات كثيرة منها عدم اعتماد موازنة تشغيلية لهذا المستشفى على الرغم من عدم استكمال تشغيل جميع أقسام ومرافق المستشفى إلا أنه يقدم خدماته في الطوارئ والعيادات الباطنية ويستقبل حالات كبيرة من المرضى فخلال شهر إبريل الماضي استقبل المستشفى قرابة 2800 حالة في الطوارئ و 1400 حالة في العيادة العامة وبخصوص الأمراض النسائية تغيب خدمات المستشفى في هذا الجانب كما أن المستشفى لا يستقبل حالات مرضية نسائية حالات نستقبلها قليلة للنساء لأنه لا يقدم لدينا طبيبة نساء أو ولادة ولا يجد لدينا هنا مكتب الصحة الإنجابية خدمات النساء عندنا ما زالت قليلة جدا ضعيفة ما تزال الكثير من الصعوبات تهدد هذا المرفق الصحي بالتوقف إذ ما يزال بحاجة للدعم لاستمرارية تشغيله بالمستوى المطلوب من حيث الكادر والبنية التحتية وترميم المبنى ودعمه بالأجهزة والمعدات الطبية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة